وكله اشتغل الداخلية اشتغلت في الامن والاستقرار قوات مسلحة اشتغل بدأ يعيد بناء مؤسسات الدولة بس واحنا داخلين في السكة ولاد الحلال اللي زقوا علينا فلان والوزير العلاني واللي مش عارف ايه واللي منهوش دعوة واللي قاعد على الكرسي واللي يهموا البدلات واللي يهموا كذا بينا نلاقي نفسنا في شبكة عن كوبوتية طيب ماشي اوكي صندوق النقد وغير وغير ومغير والشروط المتنيلة على اينها دي وانا بسميه صندوق النقد لانه منكد علينا حياتنا بيزعلوا يعملوا عايزين يعملوه شوفوا الشروط الستة اللي حطينا ده انت يا اخي ولا المندوب السامي البريطاني بتاع الزمان ناس تجيب لنا لجنة منا تقعدنا تفتش علينا وتفتش على ميزانيتنا ما ترحمونا شوية ما تعرفوا ان مصر دي هي واحدة الاستقرار في العالم العربي لو حصلها حاجة يا شقاء يا عرب ويا عالم والله المنطقة كلها هتروح في خمس زي دي الحقيقة اللي احنا لازم نقراها والواقع اللي احنا لازم نشوفه بس برضو برضو يا فندم البطء في القرارات ما ينفعش احنا محتاجين قرارات حاسمة مزارة مش نافعة تتكل على الله الدولة اهم من اي حد وزير مش نافع رئيس وزراء مش نافع اي حد مش نافع يتكل على الله لازم يبقى البلد ما تفضلش في حالة السكون اللي احنا عايشين فيها دي لازم يبقى فيه عملية سياسية بتتحرك حالة الجمود السياسي دي انا لها ان تنتهي ويمكن لي هذا الامر الرئيس طرح قضية الحوار الوطني اللي لازم ينجح واللي فيه جدية على انه ينجح بس كمان يا اخواننا بتوع الحوار الوطني برضو عرفوا ان البلد وظروفها الصعبة دي ما تقعدوش بقى اللي يقولك انت خبات رأسية مبكرة وانت خبات رأسية مبكرة ايه يعمل حق هو اطلع لك ثلاث وتلاثين من اول مثلا قال له الراجل ده مش عايزينه مثلا ولا عندك الظروف الموضوعية اللي تقولي هتقولي مشكلة اقصادية العالم كله بيعلمينها وعندنا سعي دقوب ان احنا نحلها ولازم تتحل يا جماعة فيه ناس عايزة تضل من البلد دي عالي فيها كانه ما حصلش حاكها كان البلد دي لسه خارجة من الخراب وعايشة في الخراب لا فيه واقع صعب فيه حالة اكتئاب موجودة فيه مشاكل موجودة بس عمرنا ما فقدنا الامل ولا حنفقد الامل وبقولي كل اللي بيزايدوا شماله يمين لما بتعودوا على الكرسي ما فيش حد فيكو بينجح لان انت همك الكرسي او الايدروجية الفكرية لكن مصالح الناس وبذل الجهد ويعني ايه تصحى خمسة الصبح وتفضل شغال اتناشر بالليل ويعني ايه تسيب احفادك واولادك يوم الجمعة وتنزل على المحاور دي مسألة احنا بنشوفها على ارض الطبيعة طيب اخ مصطفى ما قلت الناش الحل انا بقول لكم يمكن ناس كتير كل اللي تقعد في حتة يقول لك هي البلد رايحة فين قولوا ان البلد رايحة فين وسبب السؤال ده حالة القلق الناس خلقانة على مصر وده صحيح واكيد تقارير اجهزتنا الوطنية المحترمة اللي الواحد بياثق فيها وبياثق في مصداقيتها بتترفع ان يا جماعة الناس تعبانة يا جماعة الناس مكتئبة يا جماعة احنا محتاجين نحرك العجلة يا جماعة الوزير الفلاني ده هلكنا يا جماعة الدنيا كذا يا جماعة اسعار الكهرباء نار النار نار النار اسعار الكهرباء حتى فتورة المياه زود تلاتين ولا اربعين في المية حتى الكهرباء لا يعم يشيل الغاز وحنشتغل بالمزوت وحنضلم شوية حاجات بقى احنا الرئيس بيقول عايزيني ننورها وانت تيجي تقولوا عايزيني نضلمها في مشاكل كتيرة جدا وفي واقع صعب اوضعنا الاقتصادية جزء منها نتاج الازمة العالمية وجزء منها احنا مسؤولين عنه